فصل جديد من فصول المواجهة غير المباشرة بين بكين وواشنطن يدرس في أروقة البيت الأبيض اتفاق في مرحلة الصياغة يسعى إلى كبح نفوذ الصين في محيطها يتخذ غطاء تكنولوجيا ويشمل دولا في المحيطين الهندي والهدى اتفاق يدخل في حسابات السياسة والاقتصاد ويفتح ساحة جديدة للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم أهلا بكم إلى برنامج الرابط وكالة بلومبرغ تقول إن مسؤولين في البيت الأبيض يناقشون اقتراحات بشأن اتفاق للتجارة الرقمية يشمل دولا في المحيطين الهندي والهدى ويسعى إلى كبح نفوذ الصين في آسيا وهو ما تستساءل عنه في حلقة الليلة كيف يمكن أن يؤثر الاتفاق المحتمل في السيطرة على الصعود الاقتصادي الصيني وأي أدوات سياسية تمتلكها بيكين للرد على المحاولات الأمريكية لمحاصرتها في محيطها الاسيوي مواجهة الصين والحد من نفوذها في آسيا باتت الشغل الشاغل لإدارة الرئيس بايدن تارة بتوثيق أواصر التعاون مع الحلفاء وطورا بدفع آليات عسكرية إلى المحيطين الهندي والهادئ مواجهة تأخذ أشكال عديدة وصلت اليوم إلى الفضاء الرقمي بالنسبة لبايدن ما قبل تولي المنصب لم يكن كما بعده في هذه الحملة عندما كان مرشحا يحشد الدعم للوصول إلى البيت الأبيض قال إنه لن يبحث عن اتفاقات تجارية جديدة إن صار رئيسا فهمه الاستثمار في دعم العمال وتحسين المجتمع الأمريكي دون سواه واليوم تنقل بلومبرغ عن مسؤولين في إدارته أنهم يناقشون اتفاقية للتجارة الرقمية تشمل دول المحيطين الهندي والهادئ هناك حيث يتمدد نفوذ بكين عسكريا وكذلك اقتصاديا بالعموم تفاصيل الاتفاق هذا ما زال قيد الصياغة بنوده تحدد قواعد استخدام البيانات وتسهيل التجارة وترتيبات الجمالك الإلكترونية أما وأنه يشمل كندا واليابان وأستراليا ودولا أخرى فهذا أيضا غير مستغرب هذه الدول ذاتها بات شغلها الشاغل الحد من نفوذ الصين يحار كثيرون ربما في تفسير هذا التحول في سياسة بايدن قبل الانتخابات وبعدها هو الذي أمضى الأشهر الأولى من ولايته لتنفيذ اتفاقيات تجارية أبرمت سابقا وتجنب الخوض في طرح أي جديد لكن مواجهة الصين تتطلب أن يكون الأمريكيون في آسيا حقا كما يرددون وهذا يتطلب توثيق العلاقات مع الأوروبيين أولا وهذه حصلت وكذلك تفعيل تحالف كواد مع أستراليا والهند واليابان وهذه تمت وتنفيذ انسحابات عسكرية متتالية من هنا وهناك وتوجيه القوات لمواجهة بكين في المحيطين الهندي والهادئ وهذه قيد الإنجاز يدفع المدمرات إلى هناك بيد وبأخرى يقلب صفحات اتفاقية التجارة الرقمية لتكون المواجهة متكاملة على جميع الصعود بالنسبة لمسؤولين أمريكيين لن تتعرض هذه الاتفاقية لمعارضة تذكر ستمر من دون موافقة الكونغريس حتى لكن المواجهة مع الصين تتطلب المزيد فهناك مجال آخر للمنافسة يتعلق بأمن البيانات لم تتخذ واشنطن حياله أي إجراء أما الصين فمنذ يوم واحد فقط طرحت مسودة عمل لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد وهذا يتيح التأكد من أن شركات التكنولوجيا المحلية لا تعرض معلوماتها للخطر عندما تسعى إلى إدراج أسهمها في الخارج والخارج يعني هنا السوق الأمريكية وقبيل البد في نقاش ملف حلقة الرابط لذي الليلة إليكم الآن تذكيرا بسؤاليها وكالة بلومبرغ تقول أن مسؤولين في البيت الأبيض يناقشون اقتراحات بشأن اتفاق الاتجارة الرقمية يشمل دولا في المحيطين الهندي والهادئ ويسعى إلى كبح نفوذ الصين في آسيا وهو ما نتساءل عنه في هذه الحلقة كيف يمكن أن يؤثر الاتفاق المحتمل في السيطرة على الصعود الاقتصادية الصينية وأي أدوات سياسية تمتلكها بيكين للرد على المحاولات الأمريكية لمحاصرتها في محيطها الاسيوي لنقاش ملف حلقة الليلة نرحب بضيفينا عبر تطبيق زوم سينضم إلينا من واشنطن الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن بعد قليل وعبر سكايب معنا من بيكين الآن سيد نادر روج الكاتب الصحفي في مجموعة الصين للإعلام أبدأ معك سيد نادر بعد الترحيب بضيفينا طبعا كيف تقيم الصين هذه البادرة وهي ما تزال قيد الدراسة ولم يعلن عن تفصيلها أو تفاصيلها بعد خصوصا أن هدفها المعلن وغير المعلن هو محاصرة الصين في محيطها الاسيوي تحت غطاء التجارة والتكنولوجيا مرحبا بكم وبالمشاهدين نحن في الصين لا نعرف بالضبط هذه الاتفاقية والمعلومات المعنية ولكن ما أريد أن أؤكد أن الصين هناك مبدأ واحد هو التمسك بالروح التسامح والانفتاح والتعاون وفوز المشتركة فهذا المبدأ الأساسي الذي تتمسك بها الصين في التجارة والاقتصاد والتعاون فبنسبة إلى هذه الاتفاقية أعتقد أن إذا كان حدفه محاصرة الصين فهو لا مستقبل لها لأن الصين على الآن اقتصادها العالم لا يستغني عن الصين بصفة الصين على الآن أصبح الثاني أكبر كيان اقتصادي في العالم وحاليا تشكل ناتج المحالي الصيني أكثر من سبعين بالمئة من ناتج إجمالي وناتج المحالي الأمريكي لكن عطفا سيد روج ذكرت أنه الثاني ويطمح لأن يكون الاقتصاد الأول وهذا غير خافي عبر مبادرات عديدة كالحزام والطريق وسواها وكالة بلومبرغ تقر أنه في غضون 2035 أقصها 2038 قد يصبح الاقتصاد الصيني الأول والمتسيد على العالم مثل هذه المساعي هي ترمي إلى كبح جماحة بالتأكيد ما أوراق الصين السياسية والاقتصادية للرد على مثل هذه المبادرة خصوصا أنها تستهدفه في محيطه الإقليمي بعيدا عن الدبلوماسية والأجوبة الدبلوماسية الصين ليست جمعية خيرية وهي تسعى للمنافسة وسيادة العالم هذا لم يعد سرا نعم الصين يريد أن تطور نفسها وتطور اقتصادها وتصبح الحياة الشعب أفضل وأجمل فهذا الحدف الأساسي لتدوير الصين التدوير ذاتي لها فيمكن أن نرى التجارب في خلال هذه السنوات الطويلة أن التجارب الصين كانت ناجحة وهو تسعى للتعاون والتنمية الاقتصادية لنفسها رغم وترك الخلافات وإيجاد نقاط المشتركة لتعاون فهذا هو الطريقة الصحيحة وأثبتت الحقائق أن هذه الطريقة التنمية السنمية هو طريقة صحيحة لتدوير القوة الاقتصادية فأعتقد أن لا يمكن أن نعود إلى فترة الحرب الباردة يعني مجموعة صغيرة من الدور تتحالف ضد مجموعة أخرى فهذا نعتبره لعبة صفرية يعني لا فائزة لها ولكن نحن بصفتنا البشرية كلها فالآن السن تدعو إلى بناء مجتمع مصير مشتركة فنحن نطور نفسنا ولماذا لا ندعو جهودنا في تدوير نفسي ولماذا لا ندعو جهودنا إلى القبح الدول الأخرى نمو دول الأخرى فالصين ترحب بنوو جميع دول العالم وتمنى اقتصاد العالم من أجل المستقبل الأفضل للبشرية كلها فأعتقد هذا جيد لكن إجاباتك أستاذ روش تنحو إلى الدبلوماسية مرأ أخي ياريت لو ننفذ إلى الأعماق أكثر لأن الأمر ينطوي على مواجهة بل ينطوي على جولات ومعارك التجارة الإلكترونية وبوابة التجارة وتكنولوجيا هي ليست إلا إحدى هذه الجولات على كل دعونا نلقي نظر على هذا الاتفاق فرغم شح المعلومات عنه في الحقيقة لأنه ما يزال قيد الدرس في البيت الأبيض وراء تلك الجدران السميكة والموسدة حتى الساعة حول هذا التقرير تفاصيل أوفى لاتفاق التجارة الرقمية الذي تدرسه الإدارة الأمريكية والذي كشفت عنه وكالة بلومبرغ أو عن بعض منه نستعرضها الآن في سياق التقرير التالي ثم نعود اتفاق التجارة الرقمية مقترح تدرسه الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن من أجل مواجهة نفوذ الصين مصودته تنص على تنسيق مع دول المحيطين الهندي والهادئ مثل كندا وتشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة هذه الاستراتيجية التي تمثل البعد الرقمي في علاقات واشنطن الاقتصادية مع دول المنطقة تعد جزءا من خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن عنها فور وصوله إلى البيت الأبيض ووفقها تعزز الولايات المتحدة روابطها التجارية مع الدول الأسيوية الاتفاق المرتقب من شأنه تحديد معايير الاقتصاد الرقمي بين دوله بما في ذلك قواعد استخدام البيانات وتسهيل تجارة وترتيبات الجمارك الإلكترونية أما سياق طرحه فيتزمن مع تقديم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين مسودة خطة عمل لثلاث سنوات بهدف تطوير الأمن الرقمي في بيكين وقدرت الوزارة الصينية قيمة القطاع المستهدف بأكثر من ثمانية وثلاثين مليار دولار أهلا بكم من جديد أرحب بضيفنا الثاني الذي التحق بنا الآن وصار متاحا من واشنطن دكتور ريدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن كل الترحيب أهلا وسهلا بك مباشرة سؤالي الأول لك بهذه الطريقة من المبادرات التي تستهدف الصين في محيطها الإقليمي الآسيوي عبر بوابة التجارة والتكنولوجيا ما الهدف القصير والبعيد المدى بالنسبة لواشنطن تحياتي لك ولضيفك الكريم هناك عدة أمور وراء أو أهداف وراء ذلك أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن قد تبنت وربما ذهبت قليلا أبعد من سياسة الرئيس ترامب الذي كان قد تبنى عدة قرارات بعضها اقتصادي بعضها سياسي بعضها عسكري وديبلوماسي هدفها وضع مواجهة أي تحديات التحديات الصينية التي ينظر إليها عدد من المسؤولين الأمريكيين بأنها تشكل التهديد الأكبر خاصة على المستوى التقني المستوى التجاري المستوى الاقتصادي للولايات المتحدة وبدأت الولايات المتحدة تتخذ قرارات لوضع قيود أو لوضع ضغوط على الصين في عدة مجالات ومن بينها طبعا مجال التقنية والتعاون التقني على الأقل في بعض المجالات وبالإضافة إلى ذلك رأينا أيضا التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وخاصة زيارة التي قامت بها الرئيس زيارات واللقاءات التي أجرها الرئيس بايدن مع قمة السبعة ومع قزعماء الاتحاد الأوروبي ومع قادة حلب شمال الأطلس عندما ذهب إلى أوروبا وبالتالي كان هدفها وربما أكثر حتى من بعض الأوروبيين مثلا الإشارة إلى الصين بأنها تشكل تهديد قادم ومستمر للاستقرار من ناحية وأيضا لدور الذي تلعبه داخليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقد رأينا ربما من أفضل الأمثلة على ذلك ما قامت به الإدارة يوم أمس حيث أن الوزارة الخارجية أرسلت رسالة تقرير إلى الكونغرس اتهمت فيه الصين بانتهاكات بحقوق الإنسان وبما فيها كما قالت هذا التقرير والإدارة اتهمت بالإبادة الجماعية في سينكيانغ وفي مناطق أخرى واضطهاد الأقليات وفي نفس الوقت قالت أيضا بأن هناك إجراءات أسكرية تقوم بها في بحر الصين الجنوبي تهدد الاستقرار العالمي وعلاقاتها مع بعض الدول المجاورة وفرضت عقوبات على 23 شركة صينية حوالي 14 منها لها علاقة بما يقيل حول خضايا حقوق الإنسان أربعة منها اتهمت بأنها قامت بالتعاون أن أربع شركات صينية تعاملت مع شركات تنتهك القوانين المقاطعة الأمريكية وبالتالي فإن هذا فيه نرى مؤشر على التوجهات التي تسير فيها الإدارة الأمريكية لكن دكتور إدموند لسائل أن يسأل أيضا لماذا التجارة والتكنولوجيا هل لهذا علاقة بالمعارك التي بدأها ترامب ويريد بايدن أن ينهيها معركة هواوي وإنترنات الجيل الخامس والأمن السيبراني والتجسس وكل تلك المشاكل العالقة والتي هي على علاقة وثيقة بالتكنولوجيا الرقمية التي تتقدم فيها الصين وقد تبز أمريكا أصلا في هذا الباب هناك مجالات تتقدم فيها الولايات المتحدة ولا تزال تقنيا على الصين ولكن أيضا كما تفضلت وذكرت هناك بعض المجالات ربما الجي فايف والدور الذي لعبته رأينا مثلا الضغوط التي مورست على شركة هواوي بالنسبة للولايات المتحدة أيضا الولايات المتحدة وحتى كان هناك اتهامات للولايات المتحدة من قبل الصين بأنها لعبت دورا في اعتقال ابنة رئيس شركة هواوي وهي واحدة من أكبر المسؤولين في تلك الشركة وبالتالي فأن هذه القضايا هي خضايا أساسية هناك أيضا تكرار للاتهامات السابقة التي سمعناها في عهد الرئيس ترامب ونصبعها مجددا عن سرقة الملكية الفكرية موضوع الملكية الفكرية والذي ذبطت له بيكين قانونا مؤخرا واستجابت ربما للمطالب الدولية بالضبط هذه هي أيضا أحد النقاط الأساسية لأن هناك حرب على عدة مستويات سوى طبعا ليست حرب عسكرية حتى الآن ولكن حتى الموضوع العسكري بدأنا نرى فيه شيء من التصعيد في الأوان الأخيرة ويمكن أن نتحدث عنها أكثر ولكن فيما يتعلق بالصراع حول التقنية رأينا أيضا أن الصين بدأت تضغط على بعض الشركات بما فيها شركات صينية رأي اسمها لها معظم عمودة الصين إلا أن هذه لأنها لا تريد هذه الشركات أن تستثمر في الولايات المتحدة كما أنها تعتقد أن شركات تقنية قد بدأت تلعب دور أكبر بكثير من الدور الذي كان متوقع فيها إن كان ذلك في الصين أو في الولايات المتحدة وبالتالي كانت هذه أيضا من بين الأمور التي تبنتها الحكومة الصينية ونرى أن الحكومة الأمريكية تتبنى أمور مماشرة جيد لعلك تقصد أمور على علاقة بالأمن القومي الأمريكي وأدوار غير الأدوار التجارية والتكنولوجية التي تطلع بها هذه الشركات أن الأمن السيبر نائي كما تتبه وأشارت له قبل الأخضاء أيضا هذا هو طيب أعود لسيد نادر روج في بكين لأسألة أيضا ضمن السياق ذاته عن أوراق الرد أو الردع إنجاز الوصف الصينية تكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا على مشروع الطوق هذا إنجاز الوصف وهو يطلب أو ينشد محاصرة الصين في محيطها أولا الصين لا تخاف من هذه المحاصرة لأن العالم حاليا يعني لا يمكن أن تنجح أصبح يعني العلاقات الدولية الجديدة أنه أصبح متعددة الأطراف فمعظم دول العالم تسعي إلى التعاون وإزالة حواجز التجارية لكن عفوا أيضا ما تقوله صحيح لكن العالم مقسم إلى أحلاف وإلى الصفاف الاتحاد الأوروبي عبر أطلس يقترب أكثر من واشنطن روسيا تقترب أكثر من بكين هل من ضمن أوراق بكين الاقتراب ما أمكن من روسيا والتقارير الأمريكية تقول أن العلاقة والتنسيق على أشدهما بين بكين وموسكو اليوم مثلا تحدث عن الأوراق الصينية دائما فالعلاقة الصينية الروسية هو علاقة قوية وتشهد أعلى مستوها في التاريخ في الوقت الحالي ولكن ما أريد أن أؤكد أن الاقتصاد له القواعد فالتجارة الحرة الآن هو الأفضل وسيلة لتطوير لتمي اقتصادية واجتماعية في العالم فهذا تطلب إلى إزالة الحواجز يعني ما نقول نزعة الحماية يعني يجب إزالة كل هذه الحواجز ونسهل التجارة والاستثمار لتطوير الاقتصاد فهذا هو قواعد الاقتصاد ولا إذا نخالف هذه القواعد طبعا سلا مستقبل لهذه المحاصرة أو الحواجز السياسية بالنسبة إلى التمية الاقتصادية فهذا هو أولا طيب تكنولوجيا قادر هذا المارد الصيني في التكنولوجيا الصاعد في السنوات الأخيرة على مجابهة هذا الحصار أو نوايا الحصار على الأقل يمكن أن نرجع إلى التاريخ فالصين لن تخاف من هذه المحاصرة مثلا في أيام قبل خمسين سنة فهناك الحصار من الصين الجديدة أسألك عن التكنولوجيا اليوم قبل خمسين سنة صورة مختلفة تماما ولكن حتى قبل عشرين عاما كان هناك محاصرة للصين في تكنولوجيا الفضاء فممكن نرى أن في محطة الفضاء والدولي كان الولايات المتحدة تستبعد مشاركة الصين في بناؤها ولكن النتيجة المحاصرة عن الصين تطور نفسها والآن تبني المحطة الفضائية لنفسها واضح يعني الحصار يجعل الصين تجتهد أكثر وتنكب على جهودها الخاصة وتطور قدراتها الذاتية وصلت الفكرة هذا الآن مشاهدينا وضيفينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة نقاش الرابط لهذه الليلة أهلا بكم من جديد برغم من الخلافات السياسية الحادة بين الصين والولايات المتحدة فإن التعاون الاقتصادي بين الجانبين شهد زيادة ملحوظة فماذا تقول لغة الأرقام في هذا الصدد؟ نبرة التصعيد بين واشندن وفكين لم تؤثر على التعاون الاقتصادي بينهما فقد ارتفع الفائد التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 32 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو المنصرم أما الواردات الصينية من الولايات المتحدة فقد ارتفعت لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار في يونيو الماضي بنسبة زيادة تخطت 37% وبلغ إجمالي الصادرات الصينية أكثر من 46 مليار وسجلت زيادة تقدر بأكثر من 17% خلال الشهر الماضي نتابع النقاش مع ضيفينا أستهله هذه المرة من واشط معك دكتور إدموند غريب أسأل عن الفرص للتعاون هناك من المراقبين من يرى في الأزمات فرصاً وأبواباً للتعاون تحدثنا عن المواجهة وأتونها هل في التكنولوجيا والتجارة من أبواب تشرع للتعاون بدل المواجهة والشراكة بدل الصدام من ناحية يمكن القول بأن ذلك كان من المفترض أن يكون دقيقاً وصحيحاً وفعلاً كان هناك كانت الولايات المتحدة والصين تتحدثان خوالي أكثر من عقدين من الزمان عن شراكة الأرقام تقول ذلك أيضاً دكتور نعم الأرقام تقول ذلك أيضاً التي عرضناها منذ قليل بدون شك كان هناك حديث وكان هناك تعاون كبير ولكن هذه أيضاً كانت هي ما أدى إلى بداية الخلافات بين الولايات المتحدة وخاصة في عهد إدارة الرئيس ترامب وبين الصين وذلك لأن كان هناك تفوق تجاري صيني بأكثر من 200 مليون دولار مليار دولار سنوياً أن الصين كانت تورد إلى الولايات المتحدة كميات من المنتجات المختلفة لأنها أيضاً وجدت سوقاً لها في الولايات المتحدة بسبب تحسن جودة الانتجات الصينية من ناحية وبسبب رخص أسعار أيضاً هذه المنتجات مقارنة بالمنتجات الأمريكية وفق حتى أن الولايات المتحدة رقدت بعض الصناعات بما فيها إلى حد ما صناعات الفناد وغيرها وانتقلت الكثير من الشركات إلى الصين ولذلك رأينا أن الرئيس ترامب بدأ بفرض رسوم تجارية ووضع قيوب وانتقاد للصين بأن عليها أن تزيد من شرائها من المنتجات الأمريكية الموصيلات خاصة تبقى مفهوم أن تستهدف هذه الضرائب والأداءات على المنتجات التي ستدخل السوق الأمريكية لكن اللافت هنا أن أمريكا تستهدف الصين في محيطها الآسيوي لماذا في آسيا بالذات؟ ألا يمكن أن يلعب كل في مجاله الحيوي كما يقال وهناك تقسيم للسوق والأسواق العالمية في نهاية فعلاً أولاً الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى الاستراتيجية التي بدأنا نسمعها ونقرأ عنها في بعض الدراسات وببعض التقارير التي قدمتها وزارة الدفاع أو بعض الوزارات المسؤولة أو حتى في الكونغرس الأمريكي هذه التقارير بدأت تتحدث عن الصين بأنها تشكل تهديد للأمن القومي الأمريكي وبأن الصين كانت هناك طبعاً الكثير من الاتهامات التي نسمعها حول ما ذكرناه في السابق وهو موضوع حقوق الإنسان في عدد من المناطق تعامل الحكومة الصينية مع الأقليات وغير ذلك فرض العقوبات على شركات صينية وبعضها له علاقة مثلاً بالتجارة مع إيران أيضاً هناك العديد من القضايا هناك أيضاً قضية أخرى مهمة جداً ولا نسمع عنها كثيراً وهي ما يعرض برير إيرث أو المعادن النادرة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كانت هي المصدر الأول لهذه المعدة المعادن وهي أساسية في عدة أمور مثلاً هي مهمة في صناعة مثلاً إنتاج القنابل الذكية الخرم المضادة للغوصات ومناظير الليلية أجهزة الليزر والرادار نظم التوجيه الألكتروني الأقمار الاصطناعية الألكترونيات الطائرات المدنية والعسكرية وهذه تعتمد على هذه المعادن الصين تتفوق لديها تفوق بـ 17 معدن من هذه المعادن على الولايات المتحدة وهي تملك حوالي 80% منها وفي روسيا تملك مثلاً معدن البلاديوم وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم وما نراه الآن هو أن هناك إنتاج الإنتاج الصيني في هذا المجال يتفوق والتصدير الصادرات وصلت في الصين إلى حوالي 138 ألف طن في السنة الماضية بينما كانت في الولايات المتحدة حوالي 38 ألف طن وهذه ضرورية لمنتجات طبية عسكرية صناعية تكنولوجية صناعات سيارات أي طاعة وغير ذلك نعم نعم جيد أولي سيد نادر في بيكين لابد أن أسأل أيضاً من زاوية النظر الأصلي أي فرص قد تكون ماثلة في مثل هذه المبادرات أم أنها فقط محظو مواجهة واردة ولا مهرب منها هل ترى بيكين بعض الفرص للشراكة مثلاً طبعاً الموقف الصين باتجاه التعاون الصيني الأمريكي دائماً يكون مبتوحة فالصين ترحب بتعاون مع أي دولة من الدول العالم وخاصة الولايات المتحدة فيمكن أن نرى هذه الأرقام هناك زيادة ملحوظة للحجم التبادل اقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة فالصين دائماً تدعو إلى التكامل المزايا المتبادلة بين الدول وبين الصين والولايات المتحدة ولكي نحافظ على الاستقرار والأمن السلسلة الواردات وإمداد لصناعة العالمية فلنعمل معاً الإسراع في الانتعاش اقتصادي العالمي بعد وباء الكورونا فهذا هو موقف الصين الدائماً تجاه التعاون الصين الأمريكي فهناك الفرص كثيرة للتعاون بالنسبة لوقف التمدد الأمريكي في المحيط الياسيوي المحيطين الهاد والهندي ماذا ستفعل بيكين مع جيرانها وهم الأقرب بحكم الجغرافيا اليابان وأستراليا ودونيسيا وعديد الدول التي قد تغريها مثل هذه المبادرة الأمريكية هل يمكن تقدم بيكين مبادرة أكثر إغراءاً لجيرانها الصينيين الأسيويين عفواً كرد على هذه المبادرة الأمريكية في التجارة والتكنولوجيا بالنسبة إلى في هذا الجانب لا أعرف بالتبط ما هي المبادرة أو الاستراتيجية الجديدة ولكن الصين أيضاً تسعى إلى إقامة الشراكة إقليمية في المحيط الحادي والحند في العام الماضي تم التواصل إلى اتفاق لإقامة أكبر منطقة التجارة الحرة في العالم تشمل 15 دول الأسيوية وفي المحيط الحادي ويمكن هناك أيضاً تشمل اليابان مثل الدول التي تكرتم قبل قليل فلا أعتقد بضبط حل ستكون هناك مبادرة المتماثلة في مجال التكنولوجيا ولكن إذا كان التعاون يعني يسوب لصالح جميع الأطراف فالصين دائماً ترحب بذلك وتعمل وتسعى إلى إنجاز ذلك نعم اختمعك دكتور ريدموند كيف ترى مستقبل الصورة ومعالمها وتفاصيل في منطقة المحيطين الهادئ والهندي هل البكين الأقدر على كسب جولة الجيران إنجاز الوصف أم أن واشطن بذراعها الطويلة قادرة عن إيلام الخاسرة الصينية في محيطها بدون شك أن الولايات المتحدة لديها القدرة ولكن أيضاً الولايات المتحدة كما نرى وكما نتذكر التقارير الأخيرة وما أشارتم إليه أيضاً وهو أن هناك أعتقاد أولاً بأن المنطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي هي منطقة حيوية للولايات المتحدة ولحلفائها وبالتالي حتى أن هناك نوع من التوجه من مناطق أخرى التحول من مناطق أخرى في العالم حتى بعض يفسر ما يجري في أفغانستان كأحد المؤشرات على هذا التقول إلى حد المال للاهتمام والحفاظ على المصالح الحيوية والاستراتيجية للولايات المتحدة في المحيطين المسألة الثانية وهي مهمة جداً وهي أن الولايات المتحدة بدأت تأخذ ورأينا ذلك من خلال التصريحات التي أدل بها يوم أمس وزير الخارجية الأمريكي بلينكين عندما قال وحضر من أمره إذا حدثت مواجهة سيد إدموند ما تقول على قدر من الهمية لكن الوقت انتهى لابد من أختم وأشكرك قبل ذلك من واشنطن دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن أشكر أيضاً من بيكين السيد نادر رونج الكاتب الصعفي في مجموعة الصين للإعلام كل الشكر لكما قبيل ختامي حلقة الرابط لهذه الليلة إليكم هذا التذكير بسؤاليها وكالة بلومبرغ تقول إن مسؤولين في البيت الأبيض يناقشون اقتراحات بشأن اتفاق للتجارة الرقمية يشمل دولاً في المحيطي الهندي والهادر ويسعى لكبح نفوذ الصين في آسيا وهو ما تسألنا عنه في هذه الحلقة كيف يمكن أن يؤثر الاتفاق المحتمل في السيطرة على السعود الاقتصادي الصيني وأي أدوات سياسية تمتلك بكين للرد على المحاولات الأمريكية لمحاصرتها في محيطها الآسيوي في الختام هذه الحلقة خلصة النقاش وفق ضيفين إلى التالي إدارة بايدن تحاول الذهاب في سياساتها الخاصة بمواجهة الصين إلى مكان أبعد من ذلك الذي حددته إدارة ترامب وهي مواجهة تشمل القطاعات التجارية والتكنولوجية أما أوراق بكين في التعامل مع محاولات واشنطن لحصارها في المحيط الأسيوي فتتلقص في تعزيز تحالفاتها في آسيا وتوطيد العلاقة بموسكو بالإضافة إلى السعي لتطوير قدراتها الذاتية في الملف الاقتصادي نقطة الختام لرابط الليلة رفقتكم فيه أنا مكهلال دوبتوب في أمان الله وإلى اللقاء